اشتركوا في القناة التي تمر بها المنطقة فقد دعا مجلس الوزراء إلى عدم التصعيد والعمل على التخفيف من حدة التوتر باحتباء الموقف وتداعياته وتكثيف الجهود التي تفضي إلى أمن واستقرار المنطقة وتجنيبها العنف والدمار وشدد المجلس على أهمية التحرك العاجل للمجتمع الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة لما لها من أهمية حيوية واستراتيجية للعالم بأسره وفي سياق آخر فقد اطمأن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارات والأجهزة الحكومية وقدراتها واستعداداتها لتوفير خدماتها للمواطنين في مختلف الظروف والتحديات في كافة القطاعات الخدمية التي تشرف عليها وعلى صعيد ضيصلة فقد أدان المجلس قرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لما يشكله ذلك من تدخل سافر في شأن دولة عربية شقيقة وتفاقم الصراع فيها وتهديداً واضحاً للأمن القومي العربي واستقرار المنطقة وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية بعدها أشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة البالية والاقتصاد الوطني في مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة حيث بيّنت النتائج التي تطمنها التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من عام 2019 استمرار الزيادة الإيجابية في مؤشرات النمو للاقتصاد الوطني مقارنةً مع نفس الفترة من العام 2018 مدعوماً بانتعاش ملحوظ لعدد من القطاعات غير النفطية والتي جاءت نتيجةً لمبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030 وقد بيّنت مؤشرات الأداء بأن النمو الحقيقي لاقتصاد مملكة البحرين بلغ 1.16% في الربع الثالث من العام 2019 مقارنةً بنمو الربع الثاني والذي بلغ 13% من العام نفسه حيث تحسن أداء القطاع غير النفطي مسجلاً نمواً بلغ 2% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي بعد بلوغه 15% خلال الربع الثاني بينما سجل القطاع النفطي تراجعاً طفيفاً بلغ 10% مقارنةً بالعام الماضي إلا أن مستويات إنتاج النفط شهدت استقراراً بشكل عام خلال الربع الثالث وأوضحت المؤشرات استمرار القطاعات غير النفطية في دعم عجلة النمو الاقتصادي في المملكة إذ تصدر قطاع المواصلات والاتصالات قائمة القطاعات الأكثر نمواً بنسبة وصلت إلى 6.4% مدعوماً بالتوسع في شبكات وجهات طيران الخليج النقلة الوطنية لمملكة البحرين يليه قطاع الفناتق والمطاعم بنسبة 6.3% فقطاع الصناعات التحولية بنسبة بلغت 4.10% كما بيّنت الاحصاءات الإيجابية في التقرير الاقتصادي أن قطاع المشروعات المالية تصدر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17% يليه قطاع الصناعات التحولية بنسبة 15% كما أن تنامي النمو الاقتصادي في المملكة أسهم في توفير المزيد من الفرص للعمل المناسبة للمواطنين بما يلبي متطلبات سوق العمل واستقطاب الكفاءات حيث استطاع الاقتصاد الوطني نتيجة التنوع في قطاعاته أن يخلق وظائف نوعية واعدة واستحداث العديد من المبادرات والبرامج الرامية إلى زيادة فرص التوظيف ومنها البرنامج الوطني للتوظيف الذي أسهم في توظيف أكثر من 9000 من الباحثين عن عمل المسجلين ضمن البرنامج الوطني للتوظيف حيث ارتفعت معدلات التوظيف اليومية بنسبة 30% أي بمعدل 103 متوظف يومياً في حين بلغ عدد الشواغر الوظيفية التي تم استلامها منذ تجشين البرنامج نحو 13321 شاغراً مرتفعاً بنسبة 82% بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي أولاً وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى دراسة إمكانية تنفيذ الأفكار الاثنتين عشرة التي تأهلت في مسابقة الابتكار الحكومي فكرة في نسخته الثانية وفي هذا الصدد أكد مجلس الوزراء على أهمية مواصلة تعزيز الابتكار والإبداع في العمل الحكومي واستمرارية تشجيع الكوادر الوطنية وتحفيزها على الابتكار بما يسهم في تطوير الأداء والتميز في جودة الخدمة الحكومية منوهن المجلس بما شهدته مسابقة الابتكار الحكومي فكرة من إقبال كبير برهنت على مدى طموح وتميز الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحكومية ثانياً وافق مجلس الوزراء بناء على المذكرة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على مقترح استحداث شهادات الطاقة المتجددة وإنشاء نظام خاص بها وكلف المجلس رئيس هيئة الطاقة المستدامة بإصدار قرار بشأن ضوابط واشتراطات منح شهادات الطاقة المتجددة ويهدف المقترح إلى تعزيز سمعة المملكة عالمياً في مجال الطاقة المستدامة وتشجيع الأفراد والشركات لإنتاج الطاقة ثالثاً واصل مجلس الوزراء بحث مشروع قانون الصحافة والإعلام واستعرض عدداً من المقترحات والمرئيات بشأن التعديلات على أبوابه ومواده المختلفة وكلف المجلس اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بمتابعة دراسته رابعاً وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية التي تخضع لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة وأقر مشروع قرار بإضافة فقرة جديدة إلى المادة السادسة من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة الصادر بالقرار رقم واحد لسنة 1990 ويعفي مشروع القرار الأشخاص الذين مثلوا المنتخبات الوطنية والأندية في المحافل الدولية من شرط الحصول على تسكية عضوين عاملين بالنادي في حال تقدمهم بطلب العضوية إلى ذلك النادي خامساً بحث مجلس الوزراء مذكرة مرفوعة من سعادة وزير التربية والتعليم تتضمن عدداً من الإجراءات المقترحة لضمان سير العملية التعليمية وفق الجودة التي تنشدها الحكومة والاحتياجات المقترحة لذلك حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنتين الوزاريتين للمشاريع التنموية والبنية التحتية والشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي سادساً أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشرعية مشروع قرار يحدد رسوم القيد في جدول الوسطى ورسوم تجديد القيد والذي رفعهم علي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سابعاً وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون بين مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء والوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء والتي رفعها سعادة وزير المواصلات والاتصالات وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات في دعم جهود بناء القدرات الوطنية وتطوير إمكانيات الهيئة الوطنية للفضاء شكراً